وإلى الحالمة تعز حيث استقبل وكيل أول المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي ممثلين عن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى التفاصيل استقبل وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي وعضو مجلس النواب الشيخ علي قائد الوافي ومعهما مدير عام مديرية جبل حبشي المحامي فارس المليكي ومدير عام شؤون الفنية المهندس بشير العليمي ممثلين عن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وعاقب الاستقبال زار وكيل أول المحافظة والوفد السعودي مشروع مدرسة الوحدة النموذجية بمديرية جبل حبشي الممول من البرنامج السعودي لتنمية أعمال اليمن بهدف الاستلام المبدئي من الجهة المنفذة بعد استكمال أعمال الإنشاء وخلال الاستلام ثمن وكيل أول محافظة تعز الدور الكبير للبرنامج السعودي في دعم المحافظة في عدد من المشاريع المستدامة أبرزها طريق هيجة العبد وأكد ثلاث ميجا من الكهرباء لمحطة عصيفرة وكلية الطب ومركز السرطان وعدد من المدارس في جميع مديريات المحافظة مشهيدا بأدوار البرنامج السعودي لتنمية وإعمال اليمن وأضاف بأن المملكة مواقف عظيمة وإسهامات إنسانية عديدة تجاه اليمنيين ستظل خالدة على مر الأزمان أشار إلى أن المدرسة تتكون من طابقين وتحتوي على 12 فصلا دراسيا ومعامل تطبيقية وملعبا رياضيا وملحقات أخرى وتأتي امتدادا لدعم قطاع التعليم واستجابة للإحتياجات التنموية والمستدامة